موسيقى صادفت أمس الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الذي استمر 51 يوما شن خلاله الاحتلال غارات جوية وبرية همجية على أبناء القطاع الأمر الذي أصفر عن استشهاد ما يزيد عن 2100 شخص وجرح نحو 11 ألف آخرين تقرير منعوك ليظهر معاناة عائلة السدود التي حول العدوان حياتها إلى جحيم عام كامل مر على الغزيين متشحا بالسواد نسي الكثيرين منهم معه رائحة السعادة كهذه العائلة التي أحال الاحتلال حياتهم شبه المستقرة إلى جحيم على الأرض مع ما تبقى من منزل جمعهم تحت صقف كان آمنا ووالد قضت المآسي على عافيته ولم تبق منه إلا هيكلا يجاهد البقاء مع من بقي من الأحياء والله ما قبل الحرب يعني الحمد لله كنا عيشين ومبسطين وردين بما كان يسملنا يا رب العالمين يعني عيشين كنا عيشة بدش أقول لك يعني لا كويسة كويسة ولا عطلة عطلة الحمد لله يعني الحمد لله يعني كنا راضيين في عيشتنا الحمد لله فيما تبقى من هذه الغرفة بسقفها المهترق وجدرانها الآيلة للسقوط تعيش عائلة الأسدودي دون معيل ولا عمل ولا مصدر للدخل وبأقل القليل يتقاسم أفرادها ما يتوفر بينهم وبين علاج والدهم الذي فقد النطق والحركة نتيجة إصابته بجلطة دماغية عقب العدوان بعدما مني بخسارات كبيرة لم يتمكن معها من إعالة أبنائه ولا حتى بالقليل إيش تسوي يعني تكاليف علاج جوزي يعني أنا جوزي لتيجي لصحيح علاج جوزي بده فوق الـ 1500 شكل بس علاج جوزي غير العلاج اللي بده أجيبه من المصوصف لأنه مش دائما بيكون نادر ما يكون فيه من المصوصف أدوية هذي كلها من بره بجيبه من الصيدلية يعني أكتر من 1500 شكل و الله أعلم كيف الواحد بدبرهم الحمد لله رب العالمين عشان بيتنا نقصف والسيارة وعدنا نقصفت وعشان أبويا نزلت وقالقيت تعيان بالمستشفى قال نشترى السيارة ويجيب لنا الأكل والشرب ومن بقايا منزلهم إلى المستشفى خط القدر طريقا ثابتا يقطعه أفراد العائلة بخوف كبير يسكن قلوبهم في كل مرة تسوء فيها حالة الأب خوفا من أن يفقدوه بعدما فقدوا المنزل ومصدر الرزق والأمان فلا يتبقى لهم ولا حتى جسد نابض لوالد فعل المستحيل كي يبقيهم أحياء على طول سنوات حياتهم المليئة باعتداءات الاحتلال مخطئ من يعتقد بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهى بانتهاء 51 يوما رأى فيها الغزيين ألوان العذاب فما زالت طعنة الاحتلال تصيب أهالي القطاع في مقتل كل يوم منعك القناة رؤية غزة فلسطين اشتركوا في القناة